موسيقى نشرت الأخبار من قناتي الأخبار المغربية أمفنت كات مشاهدين أهلا بكم جرى اليوم الجمعة الافتتاح الرسمي لسفارة المملكة المغربية في بانجول بيغامبيا بحضور وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقية والمغاربة المقيمة بالخارج نصر بوريطة ونظره الجامبي مامادو تانجغا وحضر حفل الافتتاح أيضا مسؤولون جامبيون وممثلون عن السلك الدبلوماسي وقناصل من دول أوروبية وأفريقية معتمدون وأعضاء من الوفد المغرب المشارك في أعمال مؤتمر القمة الخامسة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة في جامبيا إضافة إلى القائم بأعمال لصفارة المملكة المغربية في هذا البلد أحمد بالحاج وتم افتتاح الصفارة المغربية في بونجول على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي الذي ينطلق غدا السبت في مركز المؤتمرات الدول بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات من الدول الأعداء في المنظمة هذا وأجرى وزيره الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم الجمعة في جامبيا مباحثات مع وزير شؤون الخارجية وتعاون دولي الجيبوتي محمود علي يوسف ويذكر أن السيد بوريتا سبق أن أجرى سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية وركزت مباحثاته مع رواساء دبلوماسية اليمن ونيجير وبروناي والقابون ومالي وجامبيا والسنغال وموريتانيا على تعزيز العلاقات الثنية والعديد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك تم أمس برباط عقد اجتماع وصع لتنصيق وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك بين القطاعات الحكومية وولاة ورؤساء مجالسي الجهات المعنية وعدد من الرؤساء ومماثلية المجالس الجماعية وذلك استعدادا لكأس العالم 2030 في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية تم بمقر وزارة الداخلية عقد هذا الاجتماع الموسع بحضور القطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من رؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها الاجتماع التنسيقي عرف تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وفق رؤية شاملة بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي دعنا تقييم لكل ما تم العمل عليه وما سيتم إنجازه إن شاء الله في أسرع الأوقات علما بأنه تقديم المشترك للملف المشترك سيكون قبل نهاية يوليوز وإن شاء الله تصويت اللي سيكون قبل نهاية السنة في دخل الفيفا مشاريع أعتقد بأنه في كل المجالات بتعليمات الملكية السامية إن طلقت المغرب سيكون في الموعد اللقاء شكل فرصة أيضا لإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجراءة خارطة طريق مندمجة أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات ما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال هناك ما هو مرتبط كذلك بجهزات احساسية ضرورية بالنسبة لطريق سيار جديدة ما بين دربضاء والرباط وبالنسبة كذلك للطرق التي سيتم تأهيلها وتوسيعها وهناك كذلك كل ما هو مرتبط كذلك بالموانئ التي سيتم تأهيلها من أجل استضافة المسافرين عملنا بروح الفريق يدا في يد من أجل أن تكون المشاريع جاهزة بشكل مسبق لملف الترشيح في شهر يوليوز ولكن أيضا لاستضافة هذا الحدث الذي سيعزز إشعاع المغرب على صعيد الدولي كما كان اللقاء مناسبة تم التأكيد من خلالها على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة بما يجعل من هذه البطولة حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة تراب الوطني عبدالطيف حموش زوال اليوم الجمعة برباط السيد سامي بن عبدالله الصالح السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب وأذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جار في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها السفير والمملكة العربية السعودية برباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة تراب الوطني للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأضف المصدر ذاته أن الطرفين استعرضوا في بداية اللقاء مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني وتباحث كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع نطاقه ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة بحثا قضائيا تحت إشراف نيابة العامة المختصة اليوم الجمعة ذلك لتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب خمسة أطنان وثلاثمائة وخمسة واربعين كيلو جراما من مخدر شيرا جرى حجزها في عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية والدرك الملكي والبحرية الملكية وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه جرى إحباط محاولة تهريب هذه الشحنات من المخدرات في عمليتين متفرقتين الأولى بشرة الشرطة القضائية بالحسيمة بتنسيق مع السلطة المحلية ومكنت من حجز واحد واربعين كيسا من المخدرات المضبوطة مخبأة في منطقة صخرية بالشاطئ بينما تم ضبط باقي الشحنات المحجوزة من طرف البحرية الملكية على متن قاربين للصيد على صعيد آخر تم أمس الخميس ببنجرير تسليط الضوء على دور صحة التربية في النظم الإيكولوجية العالمية وذلك في إطار الدورة الرابعة عشر للمواعد المستديرة أرب والأطلس أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط هنا حجي دور صحة التربة في النظم الإيكولوجية العالمية موضوع لقاء نظم ببنجرير بمبادرة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وفي إطار الدورة الرابعة عشر للمواعد المستديرة أربوة الأطلس أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط يجب أن نعي اليوم بالعلاقة الحاسمة بين إدارة التربة والأداف البيئية والمجتمعية فالزراعة تشكل حجر الأساس للاقتصادات الأفريقية وتكتسي أهمية الرأس مالية ليس فقط في توفير الغذاء للعدز المتزايد من السكان باستمرار ولكن أيضا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة مجموعة من المواضع طرحت للنقاش بما في ذلك حلول الطاقة المستدامة وإدارة الغابات والمياه فضلا عن الدور الحاسم لصغار المزارعين في تعزيز التنمية المستدامة والزراعة القادرة على الصمود مناقشات هذه التورة عزز الوعي الجماعي بالأهمية الحاسمة للطربة كموريد أساسي لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في إفريقيا والعالم المشاركون في اللقاء أكدوا على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل لإدارة الأراضي والذي يتجاوز الإنتاجية الزراعية البسيطة ليشمل قضايا مثل المرون البيئية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ دولياً التقى وزيره الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون برئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وعاد بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني لأوكرانيا كما التقى كاميرون بوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في زيارته الثانية لكييف كوزير للخارجية هذا وعبر المسؤول البريطاني عن ارتياحه عقب الإفراج عن حزمة مساعدات طال انتظارها بقيمة ستين مليار دولار من قبل الكونغرس الأمريكي ارتفعت تسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل بسبب زيادة أسعار لحوم ومنتجات الألبان والحبوب وفقاً لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو النشرة الجمعة بقيت تفاصيل معها ناء حاج أسعار المواد الغذائية في العالم ترتفع بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب وفقاً لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي يراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس وكان سبب ارتفاع أسعار الدواجن الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفض الإنتاج المرتبط بإنفلوانز الطيور أما أسعار الحبو فقد ارتفعت بنسبة 0.3% وزاد سعر القمح بشكل خاص بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لموسم الحصاد المقبل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة هذا وارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0.3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت فيما انخفض سعر السكر بناقص 4.4% ويتوقع أن يكون الانتاج أعلى في الهند وطايلاند في حين استعد هطول الأمطار في البرازيل نهاية مارس ومطلع أبريل على تخفيف المخاوف بشأن موسم الحصاد الذي بدأ للتو حسب ما ذكرت فاوة نعود مشاهدين للخبرية الوطن حيث انطلق بمراكش مشروع مستقبل أفضل لريادة الأعمال والتعليم المحليين أميال المدعم من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة فرنسا بقى التفاصيل مع ردوان مستقيم مستقبل أفضل لريادة الأعمال والتعليم المحليين أميال مشروع أعطيت انطلاقته بمراكش يهدف إلى المساهمة باستعادة النشاط الاقتصادي والتعليمية بالمناطق المتضررة من زلزال الثامن شتنبل الماضي وفق مقاربة جديدة وشاملة تمكن نساء ورجال هذه المناطق من الانخراط الاقتصادي الفعال والإيجابي المشروع يروم إنعاش الاقتصاد خلال فترة ما بعد الزلزال عبر ريادة الأعمال ودعم التعليم الأولي وتبلغ كلفته الإجمالية 1 مليون أورو فاصل 7 ويمتد على سنتين كما يستهدف 820 مستفيدا بشكل مباشر ضمنهم 60% من النساء وألف وعشرة مستفيد بشكل غير مباشر أي ما يعادل 660 أسرة تنحدر من 10 قرى ودواوير بغية تعزيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والتعلم من أجل تنمية مستدامة برنامج كهدف إلى مساعدة الساكينة نساء ورجال باش يعودوا حيون عنشطة الاقتصادية ديانهم وفي نفس الوقت الأطفال ديانهم في سن التعليم الأولي سافدوا من واحد برنامج للتعليم الأولي لم يمكنهم أنهم يونجوا المدرسة من بعد في أحسن الظروف وبحسب المشرفين على البرنامج فقد تم اختيار مدينة مراكوش لإطلاقه نظرا لما ترمز إليه من صمود ودينامية حيث يعكس هذا الاختيار الاستراتيجي جعل هذا الحدث في قلب المناطق المتضررة بالاستفادة من إطار ملائما لتعبئة فاعلين رئيسيين انطلقت أمس الخميس بتعطى أشغال الملتقى العلمي الأول حول التراث والموارد الترابية لتحقيق تنمية من دمجة بإقليم تعطى باقي التفاصيل في تقرير لها ناء حاجي التراث والموارد الترابية لتحقيق تنمية مندمجة بإقليم تاتا موضوع أول ملتقى عالمي ينعقد بمدينة تاتا على مدى ثلاثة أيام من طرف مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في التنمية المستدامة وتثمين الرأس مال البشري والموارد الترابية بالواحات نحن الآن اليوم في تاتا من أجل بدء أشغال الملتقى العلمي الأول الذي تمت عنوانته بالتراث والموارد الترابية من أجل تحقيق تنمية مندمجة في هذا الإقليم هي واحدة من بين المبادرة الأكاديمية الرامية إلى إبراز التراث والموارد الترابية بإقليم تاتا وأيضا تشخيص الهجشة البيئية من عجز مائي وضغط على الموارد والمراعي وتوسيع ظاهرة التصحرة نحن فخورون اليوم أن نضع اللبنات الأولى لتأسيس هذه العلاقة التفاعلية ما بين الموارد والتراث فمنطقة تعتبر من أغنى المناطق المغربية من جانب التراث وتبيننا على أن هذا الجانب التراث يشكل المحور المركزي لكل المقومات المجالية التنموية هذا الملتقى العلمي يهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري باعتباره الدعام الأساسي لأي مشروع تنموية ويراد به إعداد التراب الوطني وتثمين المنظومات الوحية من خلال ضمان مشاركة العنصر البشري المحلي كفاعل في التنمية الترابية جرى أمس بالمحمدية اطلاق المرحلة الأولى من برنامج كرة السلة للكراسي المتحركة في المغرب الهدف من هذا البرنامج التدريبي مع رضوان مستقيم في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصعيدة أعطيت انطلاقة المرحلة الأولى من برنامج كرة السلة للكراسي المتحركة في المغرب بالمركز السوسيو رياضي الفرز دقب المحمدية هذا البرنامج المنظم من طرف المنظمة غير الحكومية تيبو أفريقيا بالتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنظمة الأمريكية أدابتف سبورتس أوهايو يشكل خطوة هامة فيما يخص الإدماج والإنصاف في مجال الرياضة أعطينا انطلاقة لهذا المشروع في نوان بير 2023 وفي الإطار تقييم المرحلة التي دارو الشركة المشروع منذ انطلاقة له فتبين بأن من بين 13500 مستفيدة ومستفيد في دقب 27 مدرسة اللي دخل في هذا المشروع لقينا 100 مستفيدين اللي فيهم 31 مستفيدة وتعودوا على 60 مستفيد من الأشخاص ده وإحتياجات الخاصة هذا البرنامج يهدف إلى تكوين المدربين والمربين والمنشطين المنحدرين من عملة محمدية بالمهارات الضرورية من أجل أن يكونوا قادرين على التكفل والتأطير الأمثل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأوساط المدرسية كما يروم تقديم أكبر قدر ممكن من الأنشطة والتجارب الإيجابية لهم لكي يتمكنوا من تطوير مهاراتهم الحركية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية بغية النجاح في مصارهم الدراسية هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مهارات مدربين رياضة الشاملة في التواصل الفعال والتفاعل مع الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة من الرأي حقاً الحضور إلى حفل إطلاق المرحلة الأولى من هذا البرنامج هذا التعاون بين تيبو أفريكيا وآدابتيف سبورتس أوهايو التي تعتبر منظمة رائدة في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرياضة في أوهايو يبرز بشكل مثالي نتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المبادرة التي تعزز الإدماجية والولوجية في جميع أنحاء العالم ويندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تقوم عليها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصاً البرنامج الرابع في شقه المتعلق بمواكبة شباب وأطفال الأحياء الهامشية عن طريق أنشطة الانفتاح ريادياً أصبحت سابرينا ويتمان أول مداربة في تاريخ فرق الرجال بكرة القدم الألمانية وهذلك بعد تعيينها مداربة مؤقتة لفريق إنجلوشتات في دور درجة الثالثة تقرير لها نأحاج الألمانية سابرينا ويتمان تدخل التاريخ بعدما باتت أول مداربة في تاريخ فرق الرجال لكرة القدم في بلادها وعقب تعيينها مدربة مؤقتة لفريق إنجلوشتات في دوري الدرجة الثالثة ويتمان تحل محل مايكل كولنر حتى نهاية الموسم الجاري وسبق لها تدريب فريق إنجلوشتات لأقل من 19 عاماً وهكذا بدت ويتمان وسط ملعب العشب الأخضر فبحماس وحيوية واضحين كانت هذه أول حصة تدريبية لها مع الفريق وستكون مباراتها الأولى الأحد المقبل أمام فريق فالدهوف منهايم ديتمار بيرسدوفر المدير الرياضي بالنادي قال إن صابرينا ويتمان تعرف النادي جيداً أكثر من أي شخص آخر وهي مدربة ناجحة للفريق للفئة السنية أقل من 19 عاماً وقد تطورت كثيراً في السنوات الماضية على المستويين الشخصي والمهني وتحضى باحترام كبير لدى الجميع في النادي وأضف أنه لا يعرف إذا ما كانت صابرينا ستتولى المنصب بشكل دائم الموسمة فيما يحثل إنجلوشتاد حالياً المركز الحادي عشر في الدرجة الثالثة هذا الخبر الرياضي مشاهدينا نكون قلوساً للختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة أماني الله